السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السالم في الجزء رقم 13 من الشابطة الأربعة سنواصل الحديث عن عملية تصنيع البودر والآن سنتناول طريق التصنيع لإيزوستاتيك بريسنج في الحقيقة يوجد نوعان من الإيزوستاتيك بريسنج طيب أو إيزوستاتيك بريسنج قولد استاتيك بريسنج اللي هو عبارة عن كومباكتينج بريفورمت أتروم تمبرتشرة أي أن طريقة الآية قولد إيزوستاتيك هي عملية تصنيع أو عملية تشكيل عند الروم تمبرتشرة أو درجة حرارة الورق أما الهوت إيزوستاتيك بريسنج فيكون كومباكتينج كومباكشن بريفورمت أي أن الحوت إيزوستاتيك يكون هي عملية تشكيل عند الآية إيزوستاتيك بريسنج الآن سنتكلم عن الإيزوستاتيك بريسنج في الحقيقة عشان نتأكد إن عملية التشكيل كانت من جميع الاتجاهات الخاصة بالبودر فإحنا استخدمنا بريسنج وستتم هذه الطريقة عند سلاسة خطوات كما نرى الأول تعالوا نوسم مع بعض اللي احنا شايفينه ده عبارة عن رابر مولد يعني القالب عبارة عن قالب مطاطي بعد كده ده عبارة عن صولد كور عشان يديني شكل الفراغ الداخلي الخاص بالقالب وبعد كده عندي ده البرجرائز ديفازل أو وعاء الضغط اللي بيتم فيه داخل اللي بيتم داخله عملية الـ التشكيل الخطوة الأولى بودرز ار بليز ان فليكسابول مول نتم بوضع البودر كما نرى داخل القالب المطاطي خطوة رقم اثنين هيدروستاتيك بريسر از ابلايد اجيني سزا مولد توكم باكت سباودرز نقوم باستخدام الهيدروستاتيك بريجر اللي هو مستخدم بريجرائز لفليود بمعنى صح فيضغط على القالب من جميع الاتجاهات مشكلا ما بداخله من بودر خطوة رقم ثلاثة بعد ان تتم عملية التشكيل فاننا نقلل الضغط تدريجيا ونخرج القالب او المنتج من خارج القالب لانه بذلك قد انتهت عملية الايه التشكيل ترجمة نانسي قنقر